السلام عليكم مشاهدين الكرام كما شفناه كما تبعناه القضية دي الاختطاف المعارض الجزائري هشام عبود تلت الانتباه بزاف وتبعوها الناس على عدة مستوياته في العالم وطبعا هذي ضربة كبيرة للنظام الجزائري الإرهابي نعم تتأكد الإرهاب ديال النظام الجزائري وهالشي غنت تكلمو عليه بعد خروجه دار قال انه حوار مع صديق ديالو المعارض الجزائري انور مالك في قناة ديالو وتكلم بالتفاصيل على كل شي اللي يصرع له وطبعا انا عاربي انكم هتمين وفكرت على انه ربما ذلك تفاصيل كتير ما نستقدر تتبعها بزاف فكرت على انه نحاول لخصلكم ذاك شي ونحاول نجاوب نجيب الأجوة بع الأسئلة لك تطرحوا وحتى باش ما نهرقهمش وانتنا ما نخلطش عليكم أمو روم الدوبا سنتكلم على فقرات وكل فقرة سنعطيها توقيت ديالها والاسم ديالها ويكون في صندوق الوصف مثلا سنقولوا كيف تم إنقاذه اتلقوا مثلا الدقيقة مثلا السابعة أو التامنة كنتمشوا ديالكت بغيتوا تسمعوا الحلقة كاملة أهلا وسهلا بغيتوا تسمعوا غير الأطراف معينة أهلا وسهلا إذن إذن اللي نعرفه كاملين هو أن هشام عبود خرج منتصر ونكتحش بدك انتصار وفرحان يعني فعلا أنا رحمد الله لأسلامته كان غديل المجهول هو سافر من فرنسا يعني عدم مراتار بلجيكا لبرشلونة وفي برجلونة تم اختطاف ديره اختطاف ديره عنفا من طرف أربعات ديالأشخاص ونقله من برشلونة إلى يعني من شمال الشرقي إلى الجنوب الغربي ديالإسبانيا عبر السيارة على أسألناه بشي هجروه للجزائر على متن باخرة تم إنقاذه من طرف درك الإسباني إذن وشنصر من الأول تلتري هالشي اللي قد نعوده هشام عبود سافر يعني من فرنسا عبر بلجيكا إلى إسبانيا بوحده وكان آخر واحد شافه في فرنسا هو المحامي ديالو أستاذ دليل سقلي ملاعب الجليل ومنين هبطت في المطار في برسلونات تصل بزوجة ديالو وقال راني وصلت بخير وعلى خير من ثمان قطعت الأخبار دينه نهائيا اللي وقع لأنه هو مشاهل المكان أو كيقلب على العنوان ديال البلسة اللي غالي يقصدها أو الإقامة فينها يكون في ذاك المكان توقفت سيارة فيها أربعة أشخاص وشدوه ودخلوه الطموبيل عنف وصحة يعني أربعة أشخاص مقدش يقاوم قال لك في ذاك الوقت أنا فعلا أنا تحاولت عنين قاومهم وطاحت الساعة ديالي طاحت البرتابل وحتى البريزة ديالي تهرسات لها ليد ديالها يعني تعافر معهم ولكن دخلوه في الأخير نشحوا أنه يدخلوه في الطموبيل وكاين الناس اللي شافوهو تلك العملية ولقوا البرتابل وخبروه الشرطة بأنه را كان وقعها ديال وقعها ديال اختطاف أو شحاجة بحركة ديالها تسيط هذا اللي عندوها التليفون هذا إذا اخذوه بالتليفون يعني اخذوه بالسيارة جوج قاسين قدام وهو اللور في الوسط وحده مننا وحده مننا وشدينه ومزيرينه وغمين ليه كما كنقوله احنا راسوه تحت طموبيل يعني لتحت بش ميبنش إذا اخذوه في اتجاه المكان اللي قلت لكم وقطعوا مسافات كبيرة وذلك المسافات يعني الاختطافين يعني كانوا يتكلموا معاه وكانوا يبينوا ليه بأنه راحنا ملدينه عند واحد الشيف ولكين هو كيبين لهم بأنه راح غادي يديوه للجزائر وكان فيهم بالنسبة لذيك الناس ذيك العصابة اللي كيناه ذيك المافيا كيقول على أنه ذيك العصابة هي فيها مختلط الجنسيات ولكن الرئيسي لها مغربي وفيها فيها السينيغالي فيها الجزائري فيها الإسباني فيها المغربي يعني مجموعة من الجنسيات في هادلهم يتكلفوا باش غادي يخطفوه ويديوه للجزائر وعلى ضغط طول الطريق يعني يقطعوا أشواط أكثر من ألف كيلومتر وهذه المسألة كان اليوتيوبر المغربي حاتم ورابط حكاها قبل الندوة الصحفية ولا قبل تصريح دي المحامي وقبل تصريح دي هشام عبود وتكلم عليها بدقة كان ضرعنا عند ذكرت هذه المعلومات دقيقة وشرح حالنا كما كان شوقنا في الخارطة يعني نقلوه بسيارة من شمال الشرقي لإسبانيا برشلونا دوه حتى الجنوب الغربي علاش الجنوب الغربي تما باش غادي يديوه عبر واحد الواد اسمي الواد الكبير متما غادي يديوه البحر ومتما يهربوه للجزائر فطول الطريق كيعود لنا هشام عبود فطول الطريق أنه الأمور اللي كانت هما من اللي كانوا يوصلوا لشبرسة يقولون ليه هبوتراسك مثلا يمشيوا يديروا ليصانس وش حاجة هبوتراسك ولكن كانت تكلم معهم وقلوك على طول الطريق وهما على اتصال مع الناس من الجزائر نعم ناس من الجزائر متبعينهم ومن من يخطفوه بدبا في الضربة الليلة من يخطفوه قالوا ورا عمنا ونشدينه ونحن قابضينه ثم أنه في سلطه فين هادي فين هادي فين هادي فين كده لحالة دياله كيفاش هادي كيفاش هادي كيفاش هادي كيفاش هادي ولكن حاول ما أمكن لقد تمشى معنا بلا صلاع بلا هادي بلا هادي مادي لا صلاع مادي تشيش وشارع انه ممكن ان تشيش مشكلة ولكن مجرد ما هبط بدك يزقيم لك يغوت اسكو اسكو او طاش او طاش او طاش واخر بدك شي شدوه غموهم زيان سبقلوا غالي تسكتوا او غالي تفهموا معك ندري شي حاجة مشيه هادي كان الناس اللي سمعوا ذلك الشي هذا وبلغوا الشرطة وهو باش عرف هاد المسألة هادي عرفها من مقال تنشرف الباييس وهذه مسألة يعني مسألة مهمة على انه جريدة الباييس للاسبانيا كتبت على هاد الموضوع وكشفت واحد مجموعة من الحقائق طبعا المصدر ديالها باين بانه الاجهزة او السلطات الاسبانية وكان احتجا رأيض اخرى على الابي سي تاية كتبات الاسبانية وكان معلومات اللي عرفناها وحتى هي شام عبود عرفها من خلال المقال ديال الباييس طبعا بالاسبانيا فدازوا ذلك البراج علاج لهم في التالي القوة الطموبيل الكبو وهدوك الناس المختطفين يخبروا الناس اللي تتكلمون معهم قالوا مراه لي اجيتي ليه تغوز اجيتي السيدادة رمى الشيء كذاك رمى مدهير ما منفعل بزاف وكذا وهدي 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 بعد قلوه دووزولك الشيف الشيف رمى يتكلم معك ودووزوله مكالان ما دلو معها تتكلم اللي تتكلم معها قال لك تتكلم معي بلكنة الجغمون ماروكين يعني لكنة مغربية مغربية خفيفة يعني كيعرف بشان الشبع من بود إنسان مغريبي وكيعرف يعني الهضراء دي المغربة الهضراء دي الجزائريين الهضراء دي التوانسا الهضراء دي الشمال المغرب جنوب المغرب دي انه وعيش جايل وشايف وقال له هذك الشيف قال له شوف نحن لدينا شيء علاقة مع ذلك البلد اللي كنت تذكره ما تذكرهش لدينا شيء علاقة مع ذلك البلد نهائيا ما تفكرش فيه ما تطرحش على بالك هم ما غادي يجيبوك عندي قد نطرح عليك بعض الأسئلة وغادي نعرض عليك التعاون التعاون معنا تفاهمنا أهلا وسهلا ما تفاهمناش ما تجبدناش على فمك لأن نجيبوك نجيبوك ونحن عارفين كيفين كان وهذه حالة نحن متبعينك ووراك مشيت هنا همني خرجت همني مشيت همني مشيت همني مشيت يعطيه يعني الدليل بأنه متبعينه مزيان قال له نجيبوك نجيبوك لأنت لعايتك إذن كان تهديد صريح قال له ما كي مشكلة قال له نشوفه إذن هو كيقول في ذلك الحديث ذلك الهضراتي اللي هو عارفين بأنه وصف غادي هذون ناس هذون من دور وقابلك شغل يديون الجزائر ولكن غادي نشوف عشنو غادي يعرضوا عليها عشنو غادي يقولوا ليها وقال بأنه أنا ما كونش بغي يعني نسلم لهم ولا يديوني يخطفوني بسلام أو بسهولة وما كانش خايف للي عنف ولا بتايش حاجة يتعرض لها واللي احتر الموت قال لك مسلم أمرو الله ولكن اللي ما بغيهش واللي ما رضاهش لراسه على أنه فعلي يوصلوه للجزائر قال لك بيوصلوه عند النظام العراية يقولوا له هانتا طحت ويعريوني يقول له هالعراية الصح ويفقوتوني في تلفازاوي بهدلونيه قال هذا هو المشهد اللي كنت تفكر فيه ولكن مسلم أمري الله لكن من بعد نمشاوا الدوه لواحد الفيلا وقبل في الطريق دار محاولة في الطريق لاحظ بأنه والشفور يجري بسرعة مع الأخير يقولون يجري مئة أربعين مئة خمسين مئة أربعين مئة أخمسين مئة أستين قال هنا قد نفعل عفسة نمشو فيها كاملين الموت الموت طلب منهم بشي يشرب أعطاه يشرب شرب نورمار رد المقرعة شوية أخرى قالوا نشرب شرب نورمار ثلثة من يشرب درسوا بحل حشك بحل تقيار الماء ودارها على هكذا أخر وشد في الشفور هنا تمر وينا اه شدير هذه لا 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 قال له يا إهملنا قال الله ما نموتوا كاملين ما نموتون ما نشو هذا المصير اللي رحنا قاعدين فيه اه لا ما شو هذا مش هكذا يتغسى الجيتاء هكذا هكذا وقع بأنه صاف لا تزيروا معهم جيدا ووصلوه ل واحد الفيلا ثم ما فيه إعلان تلقوا لي يدين لنا نقاش كانوا كتفينه من قبل كتفينه من يد وطلقوه ويقول بأنه فكر ماشي النقص يصلي هاد يخلون تشاول بياتهم قالوا لهم لا منهم نصليش كانت بالانق هذا مريح سينغالي قالوا له والسينغالي مسلم وقال كباه كان Ice ممام وفعون قلوه اخلا bliver وحن نبها وقال لهم قل و وهذا كان سلي لا يمكن أن يصل على سلي يعني سلي ويصل عليها السيني قالوا لا يوجد مشكلة قلوا تقدر تقص قص في كوسيا وسلي قالوا انت مسلم قالوا انا مسلم وكانت اشمو شي قص وصل فعلا ذلك الشيء الذي كان ذلك السلاس كانت فرصة انه بشيرتاح وانه يدعي بقى بالدعاء على انه ربي يحفظه وربي ينقضه دعاء كبير وذلك السيني يشوف فيه ويلاحظ ذلك السيد كبير يدعي وكبير يتوصل الله سبحانه وتعالى ما تقلوا له الدير قد يدعوك عن الشاف وراء الشاف ركيف اليخت قالوا لا قالوا اليخت لا البحر لا البحر لا معنى قالوا كوش في الارض نتلقى في الارض لا يوجد مشكلة البحر لا فهمها هو بأنه البحر يعني بربرة الجزائر قالوا لا يمكن قالوا لا يمكن قالوا لا يمكن نهائيا في الاخر عايت له شاف قالوا 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 اليوم رأى البحر هاي جماش نقدروا محلو الجزائر قالوا حتى اللي فدني قالوا بمعنى قالوا 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 وفعلا فهنا أقولوا لا إله إلا الله من ترسل الله سبحانه رب العظيم إنه على كل شيء قدير كانت الدعوة الصادقة للهشام عبود كانت دعوة صادقة للولاده كانت دعوة صادقة للأصدقاء والله سبحانه وتعالى شوف خلا أنه الحالة البحر مشي هذيك لكي يكون قاعدة خرجوا تلك اللحظة اللي كانوا متفقع لها ولي كانوا مستعدين وفي الوقت اللي جث هذا الدرك الإسباني جاء لحاجة أخرى كتابعون الوضعية دي المخدرات شميلة دي المخدرات يعني ما دي نقول له الدراكة دا ولا كده ولا كده الثاني مسألة هنا قد نذهب للقادية لأنه عندما تكون في حاجة كان كثرة بزاف من الأفلام كان كثرة بزاف من استنتاجات وكان كثرة بزاف من الهضراء ونجحة مواحد كانت تارى هذه القضية لأنه المخابرات المغربية ساعدت المخابرات الإسبانية في العطور على هشام عبود هذه المسألة كان فيها هشام عبود أولا دخلت مخابرات المغربية لإنقاذي هذا الشرف لي ولكن لم تدخلت لك تارى المخابرات الإسبانية لم تدخلت لم يكن موضوع هذا الصدفة فقالك فعلا تعلن بحث لأنه بمجرد أن ذلك الناس اللقاءوا التليفون ديالو شافوه شافوه يعني تغطط و و و و و و و و طب يلو عاوتوا ناديك الناس اللي كانوا في البراج شافوه يقولوا بأنه السيد رأى معين فينو الناس ورأى مكد خاطفينو في عدن تفتح تحقيق ولكن ما كانوا شمتب عينهم ولا الترصاد ولا كذا ولا كما نقول حني إذن هذه المسألة ديال مخابرات المغربية لا علاقةها بالموضوع لأنها تسيء إلى المخابرات المغربية إلى الدخلات وبأي صفة الدخل وشمتراب ديالها إذن هذه المسألة المخابرات المغربية لا علاقة لها بالموضوع نهائيا إذن هنا فعلا تم إحالة هشام عبود المستشفى لأنه يجب ديال تضرب وكان كيبيا يديه يعني يتخصص أنه كان يعقدوه بالسلك رأى السلك السكوتش عاوتاني من يجبدوه تضرب وكان يوري الدربة ديال سواء هنا في الضهر أو في الجنب الكرش وفرج له إذن تعرض الواحد للكدمات نقول كدمات وبعد استنطقوه استمعوا له وفهب لهم كامل الأمور والسيني قال أعرف لهم قال لهم أود كنا الدين للجزائر وهشام عبود يأكد ويقول بأن العملية وراءها المخابرات الجزائرية أنوار مالك ترحلي السؤال على أنه أعطى إسماء يعني ربما جنرال مهنة كان وراء قاله ناصر الجن بتنسيق مع رئيس الجمهورية قال نعطيها لك أعطيها لك لأنه ناصر الجن يقول وفق ما صرح به شام عبود يعني يقول له هذا هو قال رئيس الجمهورية هذا الذي سنجلبه لكم حي يعني وفعلا كانت المهمة هذا المافيا على أنهم يجلبوه حي وحتى يعني حتى تنقضي من شمال سرقي الإسبانية لجنوب القربي نحن بسبب المافيا لحسن ما كان تتبعوه والأفلام وحسن ما كان قراس وعرفه يعني كنشوف بأنه الدو بحي طريقة شبه ما غير احترافية ما دلوش واحد الحاجة اللي يخليوه يعني مثلا ينعس أو يدوخ أو يكون ضعيف يعني ما يقدرش يواجه ما يقدرش يتعافر أو ما يقدرش يصارع يعني وغامروا يعني تنى المسافة يعني من الفوق الشمال الشرقي حتى الجنوب القربي مسافة طويلة وكان بزاف يعني ما يوقع كان واحد موقف آخر حكى عليه شام عبود وهو فحد لقطاء قالوا له غالي تخرج تخرج بالهدوء ومخصنا صدع وانه لم يكن مشكلة هو وقعي خلج بدك ينزل وسكور وسكور ودار فيه واحد ما اختطى فيه قاله انت لي راجل قال ما اختطى معك وانه قد يدع لدينا وانه ما اخت مرة واحد ما غير راجل عبود قاله انت لي راجل كان تختطى في إنسان وما عندي مشكلة معاك انت وعندك سلاح ومجهز وكتنمر على واحد يعني اعزل معدوش سلاح معدوش كده معدوش كده هاد الكلام ديني شامعبود اطر في ذاك الشخص حسب ما قال عن شامعبود وذاك الشخص من المافيا قلو يسو طافيا تسكو شفيا فاكتوا قلو انا ليست فخورا بهذا الشيء اللي كانت معاك بما انه قاسف الداخل وقال لك في ذاك الاثناء قال لي لاحظ بأنه كان ناس غير ذاك الجهة واقفين عندهم ملامح دل دلزاج جريان قال لي فهمت بأنهم هادوك دلزاج جريان هادوك هم ولا رميوا وسط الخبر الشيفان دينهم في الجزائر يعني رميوا شفوني بلي راني هافي الراني بشيك دونهم هافي الره وراه كده وراه موجود وراف اما شدينو كده وكده وكده يعني هادو تفاصيل اللي كان كيرد لها البل إذن هشام عبودكي يحكي على انه تم اختطافه نهار الخميس بالليل وتم انقاذه نهار الجمعة بالليل وفقد قال لي بورتاب ديالو وحتى الباسي بورتاب اللي فيه بزر تحواج منهم واحد الكتاب اني وجدوه كان معاول انه بشي طبعه تطبع في نوفمبر لك تقريب النص ديالو كله مشاري انه مكنش كيش تشجيلو شي لي يعني بيسك دير ولا اليو اس بي وشكله يعني الساعة ديالو مكشح فتاة توقيته ومقدش تباش تتصل حتى بل عائلة ديالو يتمأنها حتى انها الحد عاد اه اه تصل بهم وخبرهم قال له ما ديش نوكين وكيقول وكيأكد على انه الامر وراءه المخابرات الجزائرية وانها حتى ال الدرك الاسباني والناس للتحقيق كلهم كيتأسفوا على انها شي وراءه المخابرات الجزائرية وقالك تفتح تحقيق على حقوق اللي قوجه الناس من مادريد كملوا معها تحقيق يعني داروا مع تحقيق وكيستغرب كيفاش انه النظام الجزائري كيقول بانه هذا النظام الجزائري مافيوي وهنا اللي خصنا نوقفهم زيان كيتتعامل مع مافيا ومع الاسف احنا كمغاربة نسمعون عنه شام عبود بانه هذيك المافيا رئيس ديالها مغربي وفيها مغاربة وكيقول كيفاش انه النظام الجزائري ما كيبغيش التعامل مع النظام الملكي وكيتتعامل مع مافيا مغربية وانه كيصرف اموال ديال الشعب الجزائري على مافيا من اجل العمل ديال المافيا بشي يعتقلوا جزائري ويديوا لهم حتى البنية ديهم اذا كيفاش هاد النظام الجزائري ديال بحال هكذا وعيش واحد العيشة ومعيشوا عن الناس الجزائريين واحد العيشة ديال البؤس وانتهاكات حقوق الانسان على كل الاشكال وهنا كيبان بانه النظام الجزائري ديال يختار هاد العمليان ينبغيش يدير انه الرجال ديالو قموا بها لانك بتعالكم مسألة بالتراب الاسباني زيتني على ذلك انه النظام الجزائري يكلف مافيا واكيد انه يكلفها بمقابل فلوس وفلوس قد تكون صحيحة اذا نشحت اهلين وسهلين ما نشحتش قد ينكر قد يقولك انا لا علاقة بالجزائر لا علاقة بها الشيء لا علاقة بها العملية وممكن تقول بانه النظام المغربي هو الذي اشرف على هاد العملية وبغا ينصق هالجزائر رافيهم واحد الخبط ما بعده خبط اذا هنا سؤال تطرح انه الحمدلله سينشام عبود تم انقاذه بالصدفة الان كيفش غديكون رد فعل للنظام الجزائري وكيفش غيتعام النظام الجزائري مع معارضين الان الان سيكونوا معرضين معرضين في مكانه الا اذا كانوا في المغرب السلامة معرضة بالتهديد الان كل شيء ممكن وان هذا النظام الجزائري ممكن ذلك كل شيء ممكن ان يقدم على اي اساءة الى اي حاجة كما نقول دائما النظام الجزائري تأبط شرا هذا النظام الجزائري لماذا خير في أولاده؟ كيفش غير خير في المغرب والمغربة؟ ماذا نحن نتعامل مع نظام مافيوي وهذا الشيء اللي دائما نقتنلوا في رأسنا وهذا الجنرال الجزائري مغدي وغير برد شكرا اتمامكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته